قالت وكالة ونباء الشرق الأوساط أن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل لبحث اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وبدوره أكد الأمير العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن القيام بتلك الخطوة سيكون مخالفا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الذي لا يعترف بسيادة إسرائيلية على المدينة كما أكد أبو الغيط أن التوجه مرفوض عربيا بشكل كامل وسيمثل ضربة للعلاقات العربية الأمريكية وللدور الأمريكي كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسيزعزع ثقة الأطراف العربية في حيادية الطرف الأمريكية